أعلن وزير خارجية كولومبيا لويس جيلبرتو مورينلو أن رئيس البلاد وجه بفتح سفارة للبلاد في مدينة رامالة بالضفة الغربية وأوضح مورينلو أن رئيس بيترو أصدر الأمر بفتح سفارة كولومبية في رامالة وتمثيل كولومبيا بها وهذه هي الخطوة التالية التي سيتخذونها معربا عن اعتقاده بأن المزيد من الدول ستبدأ قريبا في دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمام الأمم المتحدة وهي الجهود التي دعمتها كولومبيا بالفعل